اختتمت بنجاح كبير وحضور متميز عكس التنظيم الرائع لبطولة الجمهورية لمتخبات المحافظات للعبة الجودو التي أقيمت في الصالة الرياضية المقلقة بالعاصمة المؤقتة عدن بمناسبة ذكرى الاستقلال لمجيد الثلاثين من نوفمبر بمشاركة منتخبات محافظات عدن وصنع ولحج وتعز وحضرموت والحديدة وذمار وتمكن لعبو منتخب صنعاء من إحراز المراكز الأولى فيما جاء في المركز الثاني منتخب ذمار وحل في المركز الثالث منتخب محافظة لحج